أكد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران سيد علي خامنائي أن هزيمة إسرائيل في غزة حقيقة واقعية وأن تقدم جيشها ودخوله المستشفيات ليس انتصارا مشددا على أن إيران تقوم بواجبها سيد خامنائي وبعيد جولة له في معرض إنجازات القوة الجو فضائية تابعة لحرس الثورة أكد أن الأحداث في غزة كاشفت لشعوب العالم كثيرا من الحقائق الخفية منها دعم زعماء الدول الغربية للتمييز العنصري وأضاف أن إسرائيل لم ولن تتمكن من تحقيق النصر وكشفت القوة الجو فضائية عن صاروخ فتاح 2 الفرد صوتي في معرض إنجازاتها الرئيس الأمريكي والمستشار الألماني والرئيس الفرنسي والرئيس الوزراء البريطاني يدعمون الكيان العنصري وهذا يعني أنهم يدعمون التمييز العنصري المسألة المكروهة عالميا الأحداث في غزة كشفت لشعوب العالم الكثير من الحقائق الخفية ومنها دعم زعماء الدول الغربية للتمييز العنصري ينبغي على الشعوب في أوروبا وأمريكا أن تضح موقفها من هذا الأمر وأن تظهر أنها لا تؤيد التمييز العنصري